ألاف السودانيين خرجوا اليوم في مضغرات واحتجاجات حاشدة جابت شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مثل كاردفان ودارفور أطلقوا عليها مليونية الوفاء لشهداء رافضين الاتفاق الذي تم إبرامه بين البرهان وحمدوك احتجاجات قابلتها الشرطة السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات بعد مواجهات مباشرة بين المحتجين وقوات الأمن السودانية تصعيد يقابله تصعيد وسط مخاوف من انزلاق الاحتجاجات إلى حرب مفتوحة قد تجر السودان إلى ما لا يحمد عقباها المضغرات التي تقودها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بالإضافة إلى تجمع المهنيين السودانيين ترفع شعارا لا آت ثلاث لا شرعية لا تفاوض لا شركة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بين مطرقة الشارع وسندان البرهان رغم أنه تكفل بتأمين وحماية هذه الاحتجاجات خوفا من أي انزلاق في الشارع فمنذ انطلاق موجة الاحتجاجات في البلاد سقط أزيد من أربعين قتيلا بحسب لجنة الأطباء السودانيين واستدعوات منظمات حقوقية سودانية ودولية تحضر من الاستعمال المفرط للعنف قرار حمدوك بإطلاق صراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات السابقة وإطلاق حوار شامل دون إقصى قرار انطره المعارضة السودانية بعيدا عن تحقيق مطالب الشارع الرافض لما يعتبره سيطرة مؤسسة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد رغم وعود رئيس الوزراء بحكومة كفاءات مدنية